موسيقى في افريقيا تتشكل تحالفات جديدة قد تعيد رسم خريطة الارهاب في المنطقة باكملها هناك التنسيق الذي يجري بين تنظيمات مسلحة مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام واجبات تحرير مسينة وهناك أيضا محاولات دولية لتشكيل تحالف بين حكومات افريقية تعمل على مواجهة هذا الخطر الذي يتمدد عبر مساحة هائلة من الاراضي الوعرة عابرا الحدود والدول والصحاري والاحراش لينشر الموت بين ملايين البشر ما الذي يجري جنوب الصحراء وما موقع الدول العربية في هذا التحالف الدولي الجديد وكيف يمكن احتواء هذا الخطر؟ هذا ما نحاول أن نجيب عليه في حلقة جديدة من صناعة الموت فأهلا بكم هذه هي نيامي عاصمة جمهورية النيشر الواقعة غرب أفريقيا تبدو حركة السير عادية شوارع مزدحمة بالمرة والسيارات كما في بداية أي يوم عمل في مدينة يقتنها مليون نسمة لكن مظاهر الحياة الطبيعية هذه والسير الروتيني لشؤون الناس والدولة لا تخفي واقع بلد في حالة حرب مع عدو شرس واليرهاب فيما يصارع منذ عشر سنوات للخروج من عتبة أكثر الدول فقرا وتخلفا وطي صفحة المجاعات والأوبية التي ضربت النيجر ودول الساحل أكثر من مرة إصلي معها لجميع المصعدات بمجاة الأولى الذي يخشف سئلون مجهوره بالنسبة لجمهورية وحرورها من المستقبل كثرة للإيجادات والتخالف يخشف سواجه إلى فقرصة المدينة وفق بعض المنانات التي تحدثت بالنسبة للمقال هذا ليس مرة أية المرادية والمحب سيطح للمتكم بيجاء الناس والدولة الغعب من الأيام الأولى تبدو للمشاهر الواقع في حالة المنظورة وعرض الناس والمهورية هي هم المضحة على اليمجزة ينحص أنه تم تاليقظم من تطلق الصوريالة والمن صوريالة الكي يفعلون الأفرادات coefficientية والعجرية، التحديات سننحصت من تطلق المتعلقات المظلية لتكون مضحة مهمة وخطأ للأطالة والأطالة التي في المنمجزة لديها لعبة مرتفعة للمزلك. منذ البداية اعتبر محمد يوسف رئيس النيشر أن أهم التحديات التي تواجه بلاده يتصدرها الأمن وتهديد الجماعات الإرهابية ورغم هذه الهواجز تمسك يوسف بتنظيم قمة أفريقية في نيامي لتقديم صورة جذابة عن بلاده لا تربطها بالإرهاب استنفار عسكري وأمني غير مسبوك لتأمين قمة يشارك فيها عدد كبير من القادة وكبار المسؤولين تنظيم القمة والقرارات التي تمخضت عنها اعتبرت نجاحا أمنيا ودبلوماسيا فيما لم يفوت رئيس نيشر الفرصة ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب في الساحل على غرار التحالف الذي قاتل داعش في سوريا والعرق مكتب من القديمات الفرصة في أصدقاء أنت تكبب ان تنظر لتعاقته أن تتبع الأنمي من المسؤولين traقم المسؤولين لتعود إلى الناس للحكومة ونحن نحمل أسئلة عن الهدف من دعوة الرئيس لبناء هذا التحالف في الوقت الذي تواجه حكومته تقادات وتهديدات بسبب موافقتها على استضافة قواعد عسكرية غربية وكذلك سألنا عن مدى التجاوب مع هذا النداء وعن حقيقة وجود حاضنة اجتماعية للإرهاب في النيجر ومدى تغلق للإرهابيين في بلاده وما إذا كانت المخاطر خارجية فقط أم داخلية أيضا نحن 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 نودعين قاعدة نحن 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 نهن داخلório الإسلام ليس للم تروريس الإسلام هو الولايات أسباب أصول الإرهاب إلى النيجر المجاور لبلدين عربيين هما الجزائر وليبيا وتحكيره صفوة حياة الناس البسيطة في بلد هيمن فيه الإسلام السني المالكي المعتدل منذ قرون ليست ويدة اليوم وسبكت ظهور داعش في العراق والسوريا وتمددده لحقا في لبيا في سعر المفرق ينفي من الناس البحراء يوني في الانتظار إلى الناس البسيطة تلك حقتنا هذا وそれو نحن يقلướng عندما يوجد أن هناك المناطق حتى يقضي لجل قد تهدي المساعدة للمعنى يساعد في فعله كل مناك يجب أن نحن تقلون في مضموطة في الولاي ونحن لا نجود للمساعدة هذه الطرور يوجد زوجيون في المساعدة الأسرسية وكان ذلك في ذلك أمامين từ عندما نحن تعالى الارم ت continuو في مالي ومالي المالي لن يكونون اكثر على نيجر والارم التي تمزه في مالي هم ت revenي في مالي في مطالبنا المسؤولون والباحثون والقادة الدينيون الذين قابلناهم في النيجر يعودون في تأصيل ظاهرة التشدد والعنف الديني في المنطقة إلى تسعينيات القرن الماضي عندما وصل المد المتطرف وبدأ تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في الساحل العفريقي على خلفية ما بات يحرف بحقبة العشرية السوداء في الجزائر وانتقال الجماعات المسلحة وفي مقدمها تنظيم القاعدة إلى شمال مالي والصحراء الكبرى بعد أن تمكن الجيش والأمن الجزائري من دحرها خارج الحدود تنظيم القاعدة إلى شمال المسلحة هذه الأسباب أيضاً ظهر جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا منذ نحو عشر سنوات وهي من أشد التنظيمات المتطرفة دموية ومعاكلها الرئيسية في منطقة متاخمة للحدود مع النيجر وتعتقد سلطات النيجر أن تعظم سطوة الجماعات الإرهابية يرتبط بانهيار الدولة في ليبيا عام 2011 والفوضى الأمنية وانتشار السلاح بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل محمر القذافي ويلقي النيجر باللائمة على المجموعات المسلحة التي تقاسمت السلطة والمال بعد مقتل القذافي لكن بعض المختصين والناشطين يؤكدون على أهمية العوامل الداخلية في انتشار الإرهاب ومنها ظهور خطاب متطرف والغلوب الديني والبطالة بين الشباب وانتشار البؤس والتهميش الاجتماعي ومنها ظهور خطاب متطرف وانتشار البطالة بين الشباب وانتشار البطالة بين الشباب وانتشار الى المفاقل المحلول أيضًا التي تشعر هذه الناس التي تشعر من الناس فاصل قصير نتابع بعد الحرب على الإرهاب في أفريقيا ما مستقبلها خطر الإرهاب في النيجر يتفاكم بشكل كبير وبواترة سريعة وأصبحت الهجمات تنفذ بشكل متكرر كما اتسعت الرقعة الجغرافية للعنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة ولم تعد المناطق القريبة من العاصمة بمنع عن هذا العنف نحن 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 من الكثير من الانشطة من الانشطة الإجرامية كما تنخل hàng لديك من الناس فينة المالية الانسلامích الى الأسغراء الذي كانت بيقدا في الهجارة في الكنة لعنشطة تسيير ايضاً كما ذلك في الناس فينة المالية كما تنعك بالتأكام المالية مقرورة عادة مالية وزان المالية من الناس في اليوم وزان ملعى من الى مقرورة من المالية nickname بوكو حرام أو الأسفلق نهاية الإدواجة عبدا. هذا مجموعة مجمولية القائمة في يدعوها ويستغرق قطع في مجموعة حقام نهاية الشمحة التي يشuce تكلفت بافلكم المنزولة في المدين، كما يشهرون الغير دخالة في أمين مدينية المنزولة في البقاء المنزولة في مجموعة القائمة. هذا هو في المنزولة في أن جميع البيض ملاقسة في سنجيجا وملاقسة مع المنزولة في المجمولة الجدين من خاطف تخليطية لا تفكير الأسفل. المشكلة بالنسبة لسلطات النيجر إقليمية أكثر من كونها محلية نيامي تقول إنها ضحية لضعف جيرانها وتتصدى أكثر من أي وقت مضى للإرهاب في غرب أفريكيا على خلفية تفاقم تدهور الوضع الأمني في مالي وبركينفاس ونيجيريا وتشكو نيامي من أن المجهود الحربية وقتال الجماعات المسلحة يستنزف الخزينة في بلد كان إلى عهد قريب الأكثر فقرا في العالم وتنفق حكومة النيجر أكثر من ثلث الموازنة العامة في الحرب على الإرهاب ما يؤثر على جهدها في الحد من الفقر والأمية والبطالة ومشاريع البنية التحتية المشكلة بالنسبة للمساعدة 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 calculated إنها أساعدة للمساعدة للمساعدة أميز البركيجيا لايدًا للمساعدة 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 بمساعدة للمساعدة له بالنسبة للمساعدة البعض، للمساعدة للمساعدة الأمني لاحتاج إلى المساعدة ليسى أن أفراقية الإرهاب ، لايسي على جهد استطعت فعلي líيفية ولم يمكنك التعليقات على سبيل المنزل لا يمكنك التعليقات على المطابعة. المطابعة لا يوجد الوحيد لذلك يجب أن يجب أن تكون ملتقابة. المطابعة لا يوجد تتعليقات المطابعة. C'est une guerre asymétrique où l'ennemi a tendance qu'il est caché Il est souvent en vie, il est toujours avec les gens On ne sait pas, mais il décide de se reprendre L'إرهاب يحاصر النيجر البلد المترامي L'اطراف من ثلاث جبهات مساحة الشاسعة وانتشار الجماعات المسلحة في دول الجوار جعل النيجر مضطرة لمواجهة الإرهاب في خط المواجهة الأول وعلى ثلاث جبهات مشتعلة هي جبهة منطقة بحيرة تشات ضد جماعة بوكو حرام التي التركز معاكلها في شمال نيجيريا المتاخمة لحدود النيجر جبهة الحدود الشمالية مع ليبيا التي لم تعد لها أي سيطرة على حدودها منذ سقوط نظام القذافي وانهيار الدولة والتشار الفوضى جبهة الحدود الغربية مع مالي حيث تنشط التنظيمات الإرهابية وعصابات التهريب والجريمة المنظمة أولا لأسفل منهم جدا وأشان Titans في كل مッضور والج hurting أشان منهم جدا منهم جدا من كل المحن لمتمكنهم جدا سيدي ، ملي ، سيدي ، لا يتطعي ، لايو علي ، وي من تجيدي ، لايونيو ، ولا بأردان من المتعرفة من المعرفة سيدياً لذلك سيبر سيء بخاطبترة للخدمة لذلك يجب أن نفعل هذا الأمر في نفس الانسيكورية وهو من نفسنا ونسيكورية ونحن نفسنا أو من المعارفة ونحن نفسنا ونحن نفسنا ونحن نفسنا هذا المساعد يتجد رئيس نيجر محمد يسوفو جهوده الإقليمية والدولية لتشكيل تحالف دوليين لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي ويشدد أن تتجد أن تجد أن تجد المنطقة مجتمعة لا يمكنها الانتصار في هذه المعركة من دون مؤازرة دولية واسعة والنيجر عضو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي اعتمدت سبتمبر الماضي خطة ستكلف مليار دولار لمكافحة الإرهاب وهي أيضا من دول الساحل الخمسة التي شرعت في نشر قوات مشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتأمين الحدود وقتال المسلحين المختبئين في صحراء شمال مالي المنطقة الآن من المنطقة الثقافة في مجموعة من المنطقة وهذا يعني ما يعني؟ أن المنطقة هي التي لا تستطيع تجد مواجهة ومن المنطقة والعالمي. والقناة السيدة والعالمي يتعلق لعرفة من نجيلاً تقديم ثم المعرفة تقديم تقديم كل هذا المال الآن تقديم تقديم التقديم الانترنشنال الانترنشنال لتعامل كل ما يوجد السكورية في العالم يضاف إلى كل ما سبق الوجود العسكري الغربي في النيجر للهدف ذاته قاعدتان فرنسيتان إحدهما في العاصمة يامي والثانية غير بعيد عن الحدود مع ليبيا كما أرسلت الولايات المتحدة عددا من جنود وضباط القوات الخاصة واستهدف متشددون هذه القوى خلال دورية لها قرب الحدود مع مالي هذا وكانت النيجر وافكت على إنشاء قاعدة أمريكية كبيرة للطائرات بلا طيار في مدينة أغاديز شمال البلاد وهي تمنح الأمريكيين منصة متقدمة للمراكبة والرصد في منطقة مضطربة المؤسسة هنا هو أن تفعل الانترنشن على كل ما يمكن التعامل على المؤسسات ويكون لدينا أمريكيين ويكون لدينا أمريكيين ويكون لدينا أمريكيين لدينا أمريكيين نعم لدينا كل ما ساتت نعم لدينا أمريكيين ونعم لدينا أمريكيين وان ومع تشكيك البعض في جدوى خاصة مع استمرار الهجمات الدامية يكشف وزير دفاع النيجر في هذا الحوار مع الصحافة المحلية أن بلاده لا تستفيد من وجود القواعد الفرنسية والأمريكية سوى بالمعلومات والمساعدة في مجال التكوين والتخطيط للعملية وأن العسكريين الغربيين لا يشاركون في القتال لكنه يشدد على أن بلاده لا يمكنها الاستمرار في هذه الحرب القاسية دون المعلومات التي يقدمها الفرنسيون والأمريكيون الذين يتخذون من أراضي بلاده قاعدة خالفية لعملياتهم في مالي وليبيا هذه السلامة والجمهة صريحة المحلية ومزنى فينا St Jesse لقد فأينا رغب أن ذلك واذا يكون قد يكون قد أن يريد فتحة لهم لنهاية المحلية لمنين تحديم التكوين لذلك لا تحدث في الناجر إذا قده في متوان Stones عاماً في الناجر كل ما يلعبانها في الناجرها ليسووا في الناجر أتبعون أن أتبعون بشأنك في السابق بأنهم يستطعون بشأنهم لا يحدثون بأنهم ليس قد تحدثون بشأنها في Libye بركاني هي في المال والمالية التي نغطرون بأنهم تتعلقون بشأنهم وننطرعنا نحن جديد للمساعتنا للمساعتنا لأنه لا يجال ليس للمساعتنا للمساعتنا ويوجد الآن حينك يا ربيب آخر وكال إرادة بشكل جيد وحليسيس في التخطير وليست Frontier. لتي طارقة واحدة وطارقة وطارقة الجنجر كان ايجاً برقاء لحاجبت من الفيور. السلطة أكثر تحصمنا حيث ومعنى على ساعة أفتح للحصول على التخطير. Et donc c'est pourquoi le premier défi, c'est vraiment le renforcement du dispositif de contrôle des frontières, le renforcement du dispositif de défense nationale, le renforcement des équipes militaires, mais également des moyens adaptés. Parce que très souvent, ces groupes terroristes ont également des armes des dernières générations. وذلك لا يمكن أن تستطيع الناس لفعل هذه المعركة معركة النيجر القاسية مع الإرهاب لم تغفل معها التنمية والتي ستبقى كما يشدد مسؤولنا هنا مرتبطة بالأمن واستعادة الهدوء تغير وجه نيامي جسور وشوارع وأبنية حديثة وسلسلة فناد كراكية تطوير البنية التحتية ورفع معدلات النمو يشكل جزءا من برنامج الرئيس محمد يوسفو الذي وعد عندما انتخب قبل نحو عقد بأن يتغير مع حكمه وجه الحياة في النيجر لكن دهمت بلاده جماعات صناعة الموت وجعلت سقف طموحاته يتراجع ليتصدر أولويات حكومته توفير الأمن والسكينة في أفريقيا تمتد الصحراء الكبرى وكأنها بلا نهاية بحر هائل من الملح والرمال الكثمان صفراء تحتل خط الأفق وكأنها أمواج بلون الموت هناك ستجري الحرب المقبلة مع جماعات التطرف ولكن ما زال للحديث بقيا نهاية هذه الحلقة من صناعة الموت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر